قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة وقبل ما أقول لكم موضوعاتنا كمان برح يمكن شوفنا كابتن متحد شلبي على قناة أون تايم كان بيتكلم على قصة ياسر إبراهيم حضرتكم معرفين أنه بعد إصابة محمود متولي خرج من معسكر المنتخب وبالتالي حصل أنه المنتخب طلب استدعاء ياسر إبراهيم ناجم النادي الأهلي عشان ينضم تعويضاً طبعاً لغياب محمود متولي وكان رد النادي الأهلي أنه اللاعب حالياً مش جاهز ومصاب أو مش مصاب يعني في حالة إجهاد مش هتسمح له بالانضمام لمعسكر المنتخب في ظني طبعاً وفي تقديره قبل ما أتكلم طبعاً ورد على الكابتن متحد شلبي في معايير أساسية جداً بتحكم ظهورنا وظهور أي إعلامي على أي شاشة بيخاطف فيها الرأي العام لابد نمر واحد أن نحن نوضح الفرق الكبير والشاسع بين المعلومة وبين وجهة النظر ومبارح الكلام اللي قاله كابتن متحد على لسانه في القناة فيما يبدو طبعاً تقال في إطار المعلومة ولكنها للأسف شديد جداً معلومة مغلوطة وما كانش يصح أبداً أنه كابتن متحد يبني سيناريو يصل به في نهاية المطاف أنه يطالب اتحاد الكرة المصري بفتح تحقيق مع المسؤولين عن الكرة في النادي الأهلي عشان قصة ياسر إبراهيم واحد نصحح المعلومة الأكيد في الموضوع أنه الرد اللي حصل من النادي الأهلي كان بتنصيق كامل ما بين الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني مع النادي الأهلي وفيه ثقة متبادلة جداً جداً بين الطرفين ده نمرة واحد نمرة اتنين أفهم كويس جداً أنه الموضوعية والتناول الموضوعية في أي قصة يبقى فيها تأثبات على المبدأ يعني كنت أحترم جداً جداً وجهة نظر وجهة نظر كابتن متحد شلبي لما يبقى فيه ثبات على المبدأ ويبقى فيه تعامل بالمثل في كل ما يتعلق بالمنتخب الوطني وما اعتقدش أنه فيه حد يختلف أبداً على أنه المنتخب الوطني المصري هو دايماً في المقام الأول هو دايماً في الصدار والأهلي على مدار تاريخه كله بالمواقف مش بالكلام وبالشعارات بيأكد على المعنى ده لكن كنا نستنى أو كنا ننتظر من كابتن متحد في مواقف كتير جداً مشابهة ويمكن فيه ظروف أدق وفيه ظروف أصعب أنه التعامل كان يبقى بالمثل كنا نحترم جداً وجهة النظر دي اللي تقالت على النادي الأهلي لو كانت قالت على الغير وفيه حد ينكر أنه الأهلي في يوم الأيام استغنى عن القوام الأساسي والرئيسي لفرقته وبيشارك في أهم بطولة جماهيرية على مستوى مصر وعلى مستوى قارة إفريقيا اللي هي بطولة كاس العالم عشان لعيبته تلعب مع المنتخب الوطني رغم أنه كان من حقه أنه يستدعي العيبة لأنه البطولة دي على الأجندة الدولية والبطولة دي بينظمها أكبر اتحاد مسؤول عن إدارة كرة القدم على سطح الكوكب كله دي نمرة واحدة نمرة اتنين كنا نستنى أيضاً من الكابتن متحد شلبي وأنا هنا مش بتكلم على كابتن متحد شلبي كشخص أنا بتكلم هنا على وجهة نظر بيترحى هو أو غيره هو أو غيره هو أو أي حد تاني كنا ننتظر نفس وجهة النظر دي تطرح لما يتم استدعاء لعبين من أندية دخلوا أورادي دخلوا بالفعل في معسكر المنتخب وتم استدعائهم عشان يشاركوا مع نديهم في مطشط تانية كنا نفهم كويس قوي أنه النادي الأهلي مثلاً في مباراة رسمية بتتلعب في إطار بطولة الدوري يستغنى عن لعبته والمنتخب الوطني بيلعب مباراة ودية في نفس الوقت اللي لعيبة كتير جداً من أندية مش هقول أسماءهم لأنه القصة مش قصة لاعب أو مش اسم لاعب ومش قصة اسم نادي بالمناسبة هي قصة سبات على المادة لعيبة كتير جداً محترفة داخل مصر ومحترفة خارج مصر لم ينضموا بعد استدعائهم لقوامل منتخب الرئيسي أو الأساسي المطلوب من واخد بالك من كلمة الأساسي وحط تحت كلمة الأساسي 100 خط والأهم من كل ده الحقيقة في ظل الأحداث اللي بتحصل دي وفي ظل حاجات كتير جداً بتظهر على الشاشات النهاردة والملايين بيتبوها وبتأثر بشكل عنيف جداً كنا ننتظر أنه كابتن متحد شلبي يطلع يتكلم على الأصوات اللي بتهاجم الندي الأهلي ورموزه عمال على بطال أعتقد أنه على السحر رياضية الوقت فيه حاجات كتيرة جداً تستدعي العقل والمنطق والحكمة أكبر بكتير وأهم بكتير من لما نتكلم على معلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصح